ما شاء الله يا دكتور يعني من نبوغ علمي كطبيب لعضو مجلس إدارة النادي لثمن سنين متصلة ولسه طالع منه تحت السن يعني وعضو مكتب تنفيذي من 2014 ونشاط فاعل في الكراتيل للمستوى بطل العالم خليني أقول لك الأول ليه حدك موليد الإمارات والله طبعا نظرا لظروف عمل الوالد كان بيعمل في الإمارات مدير مالي في الديوان الأميري وإحنا نتولدنا هناك الحمد لله وبنظر الإمارات هي بلد الثاني يعني بحن لها يعني معزة خاصة وحنين كبير لها يعني بحب جدا لما متشاط السوبر تتناف في الإمارات عشان أسافر أزور أشوف بيتنا طبعا بيتنا القديم وقصرتي وكلهم هناك وبعدين أنا كنت لاعب في نادي الشرقة الرياضي دي كان بدايتي أو بدأت الكراتيل في الشرقة من حزام أبيض لحد الحزام الأسود وجيت نادي الأهلي وأنا عندي 16 سنة الحمد لله يعني انضمت لصوف نادي الأهلي في النشئين الحمد لله طيب ما هو قصة الأهلي قصة كبيرة يعني لكن على المستوى العلمي درست طب الأسنان أنا خليت جامعة عن شمس طب الأسنان جامعة عن شمس لوفة 2007 وكان يعني حبي في الرياضة هو اللي خلاني أختار طب الأسنان أنا كنت جايب الحمد لله مجموعة كبيرة كنت من دون متفوقين يعني مجموعي يعني اليومين دولة أو الطلبة بتاع السنان العامة سمعوه مش مع المجميع اللي هي بنسمعها دي حيتفاجوا يعني بس أنا اخترت طب الأسنان حبا في حاجتين الحاجة اللي أنت بتشتغل عمليا مع الحالات من انت في سنة ثالثة دي كان حاجة بالنسبالي كويسة جدا يعني أن أنا أدخل في العمل العملي على طول والحاجة الثانية أنه عندي شوية وقت أن أنا أكمل في الرياضة اللي أنا بحبها في الناد الأهلي في منتخب مصر فالحمد لله يعني بعد ما تخرجت عملت يعني خلصت بأسنان واشتغلت فيها وبعدين النظرا برضو الحب في الرياضة قلت أن يعني ربنا كرمني بالخبرة في الملعب فكنت حابب أعرف كمان العلم في الرياضة بيقول إيه فعملت الدراسات عالية في كولية تربية رياضية وهنا دا استوقفني الحياة في السيفية دكتور يعني أنك تاخد ماجستير في طب الفم والأسنان هذا الطبيعي لكن طبيب يروح رايح واخد ماجستير في التربية الرياضية صحيح أنا أحب يعني الحاجة اللي أنا مهتم بيها ومنخرج فيها جدا ومحبها ما أكتفيش بس بالخبرة العملية فيها بقول إن أكيد العلم في حاجة إضافية وبالفعل أنا كانت يعني الحمد لله كان ربنا كرمني بأول مديليا المصر في بطولة العالم للكبار سنة 2006 ودي كانت أول مديليا كانت مديليا فضية في بطولة العالم في الوزن التقيل وعدت سنتين تلاتة بحاول إن أنا عمل عليها سترس وعمل عليها ضغط نفسي كبير إن أنا بقيت في بطل عالم فمطالب مني إن أنا أكسب في كل البطولات وده كان محتاجت شوية تعامل نفسي اللي العلم دلوقتي أثبت إن الطبيب النفسي أو الدكتور المنتل أو التصور العقلي مهم جدا في التدريبات فجالي هاجس كده إن أنا طب ما تروح تعمل درسات عليا في الكلية التربية الرياضية شوف العلم بيقول إيه لقيت الحاجات كتير جدا من الحاجات اللي بتشغلني وفي دماغي والمشاعر المختلطة اللي في دماغي لقيت أجوبتها في العلم في العلم السنة اللي أنا درست فيها 2009-2010 هي السنة اللي ربنا كرامني بمديليا تانية في بطولة العالم كنت الوحيد في البطل العربي والأفريقي الوحيد لحقق مديليا في بطولة العالم دي مديليا من ضمن المديليات لكن طبعا يعني أنت دكتور رايح تاخد ماجستير في الإدارة الرياضية وأنت بتلعب أيوه هو دراسات عالية التباصص لقدام يعني بشكل واضح لا 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 هي اللي كانت الدراسة دي كانت في تخصص التدريب في التدريب ولأني مش خريك تربية راضية فما يحقق ليش أن أنا أعمل ماجستير لكن حققيني أن أنا أعمل دبلوما سنة وعملت الدبلوما سنة الماجستير إدارة الأعمال جيه بقى بالزبط زب ما حاجت بتقول كده بعد ما دخلت مجلس دارة نادل أهلي 2014 حسيت مسؤولية كبيرة جدا والملفات كتير جدا ومسؤولية كبيرة جدا علينا وإحنا جئنا في فترة عصيبة يعني أنا بداعي عند الثمان السنين اللي فاتوا اللي أنا كان ليا شرفنا أنا بقى متواجد فيه وفي مجلس دارة نادل أهلي كانت فترة عصيبة على الرياضة المصرية صحيح إحنا جئنا كان قانون الرياضة ما فيش قانون الرياضة بيتغير الأندية كلها المطالبة أنها تعمل لاحية النظام الأساسي كل الاتحدات الرياضية بتجدد وبتغير لاحية النظام الأساسي بتاعتها فده يعني إداني خبرات كبيرة جدا لأنني كنت حريص جدا على المشاركة في عمل اللوايح وإن إحنا ندرس الحاجات دي كلها أتقلني جدا وخلاني يعني أختصر سنين كتير في عمري لكن حسيت أن كرسي مجلس دارة نادل أهلي كبير جدا واستحق العناق أكتر فرحت قررت أن أنا أخذ ماجستير إدارة الأعمال من الأكادمية البحرية لمدة ثلاث سنين دي حاجة تلف دي حاجة أه الحمد لله أقولت برضو أن ربنا كرامني بأن أنا أكون موجودة على كرسي مجلس دارة نادل أهلي كنتاج لسنين تعب في النادي لكن ده ما يكفيش يعني كرسي مجلس دارة نادل أهلي يستحق أنك تتعب عشانه لأن طبعا الإدارة علم ومواقف وقرارات فالمواقف والقرارات خدناها من أساتذتنا ورموزنا الكبار وكمان العلم كان مفوض أننا كمان يبقى عندنا منه لأن أنت تبقى مسؤول عن شريحة كبيرة جدا من جماهير وأعضاء وعاملين وأعضاء نشاط رياضي وأكبر نادي في شرق الأوسط أعظم نادي في شرق الأوسط يستاهل العناء ترجمة نانسي قنقر